اشتركوا في القناة فقال تعالى وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ومن أعظم الأسرار العلاقة الزوجية ويحرم على الزوجين إفشاؤها قال تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها ولا يجوز إفشاء أسرار البيوت بحجة الفضفضة أو التفكه أو التسليه أو أي حجة وهمية فإن ذلك نوع من خيانة الأمانة إلا في مشكلة صعوب حلها فتذكر لمن يمكنه حلها من أهل الحكمة وليحذر من تصوير خصوصيات البيت ونشرها عبر مواقع التواصل فإنه يترتب على ذلك أضرار جسيمة ويجب احتواء مشاكل البيت داخل جدرانه فإنها إن أفشيت تشعبت وزادت وإن حصرت صغرت ثم زالت وإن عجز الزوجان عن حلها أدخل أهل الحكمة من أهلهما قال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا خبيرا شكرا